الله يا الله بملاء حرب رلاها ولقى النفوس براها برحمة منه زكاها نفسي وقد سواها تفضلا منه أهدا خير البنية طال خاصة نستفتح به أبواب المن والجود والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والعزة والشهود وعلى آله وصحبه الركع السجود وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الورود وبعد فقد انتهى بنا الحديث في المجلس الذي مضى إلى الوصول عند أمر هو ثمرة ثمرة بناء الذات أو أوليات بناء الذات للداعية إلى الله عز وجل كما مر قبل ذلك معنا أن أول مكونات الداعية بناء ذاته ومر معنا أيضا في بناء الذات أن الأساس في بناء الذات الإيمان أي الترقي في الإيمان وتقويته والتحقوقي بمقامات اليقين والاستقامة هي العنصر الثاني أو الأساس الثاني في تكوين الذات أو بناء الذات للداعية والمقصود بالاستقامة الاستقامة الظاهرة والباطنة ثم جاء الحديث عن العلم وأهمية العلم في بناء ذات الداعية وجرى استطراد في الحديث حول العلم لتتسع دائرة فهم العلم انطلاقا من العلم الشرعي الذي هو في المقدمة وهو الأصل ومرورا بالعلوم التي تخدم العقل الإنساني كعلوم الآلة وتوسع مداركه وتمكنه من الأخذ والفهم ووصولا إلى العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية والتطبيقية ومر معنا في خلاصة ذلك أن علوم الشريعة التيها الأصل والأرقة انه ابتداء من علوم الشريعة وانتهاء إلى العلوم التطبيقية كل منها من الممكن أن يكون علما دنيويا انقصد به صاحبه الدنيا وكل منها من الممكن أن يكون علم دين انقصد به الإنسان وخدمة دينه وللعلماء بعد ذلك تنوع في التقسيم فمنهم من ذهب كالإمام الغزالي إلى تقسيم العلوم إلى علوم الآخرة وعلوم الدنيا وعد فقه المعاملات من علوم الدنيا وعد معرفة دقائق النفس ومعايبها من علوم الآخرة وجعل مرتكزه في ذلك على مباشرة صلة هذه العلوم بالآخرة فجعلها من علوم الآخرة وألمح بعد ذلك أو أشهر بعد ذلك إلى صلة العلوم الدنيوية بالآخرة عند قصد وجه الله تعالى بأخذها فانتهى بعد ذلك إلى موافقة هذا التقسيم الذي ذكر وتنوع التقسيمات أو تنوع التعبير عن التقسيمات لا يعني التعارض وإنما يعني النظر إلى هذه العلوم من زوايا مختلفة ولكن المطلوب من ثمرة ذلك في بناء ذات الداعية ثمرة العلم مع الاستقامة الظاهرة والباطنة مع الإيمان وهو حصول حسن التبصر عند الداعية وهذا الأمر الذي اشتد ضعفه في زماننا نحن نعاني من قلة الدعاء لا شك مهما كثرت الأسماء وارتفعت الأصوات وامتلأت المنابر وشغلت أوقات في وسائل الإعلام بمن يتحدثون في خدمة الدعوة لا تزال الأمة بحاجة من حيث العدد إلى الدعاء إلا أنها أشد حاجة من حيث التكوين إلى الدعاء الذين أكرمهم الله عز وجل بحسن التبصر بمعنى أن ارتقاء المنابر ليس بالأمر الصعب وإلقاء المواعب ليس بالأمر الصعب وكتابة المقالات التي يراد بها خدمة الدعوة ليس بالأمر الصعب واستثمار وسائل الإعلام ليس بالأمر الصعب لكن الأمر الأعمق في تكوين الداعية وفي بناء ذات الداعية حصول حسن التبصر عند الداعية فما المقصود بحسن التبصر ومما يحصل حسن التبصر كيف يتحسن عليه حسن التبصر حسن التبصر هو النظر إلى الأمور بعين تربط بين الواقع ودلالات الحق جل جلاله والمآل ثلاثة أشياء الواقع الذي نعيش عليه نعيش فيه الآن الواقع الذي يحيط بنا كيف نربط بينه وبين ما دلنا عليه الحق سبحانه وتعالى وما أرشد إليه الحق في تبصيرنا كيف نربط بين الواقع وبين المآل ما سينتهي إليه الواقع هذا معنى لحسن التبصر فكل نظرة إلى الأمور في خدمة الدعوة كل نظرة إلى الأمور مقتصرة على الواقع فحسب دون ربطه بالدلالة الربانية ودون ربطه بالمآل الذي يقول إليه الواقع لا يتأتى أن يكون حسن تبصر هذا أمر الأمر الثاني في النظرة إلى الواقع الناس غالبهم أو أكثرهم ينظر إلى صورة سطحية للواقع ولا ينظرون بنظرة تأمل وتعمق وتفهم في الواقع وحتى النظرة السطحية أحياناً أحياناً تكون مقتصرة على زاوية معينة تتعلق بمنظار الناظر فهذا مشغول بمعاشه ينظر إلى الواقع من حيث ما يصل إليه من شؤون المعاش من طعامنا وشرابنا ومالنا ووظيفة الآخر ينظر إلى المنزل بين الناس والجاة والمكان فهو ينظر إلى الواقع من خلال ما يفضي به الواقع ما يفضي إليه الواقع من تحصيل مكانة أو منزلة والثالث ينظر إلى الواقع بنظرة متقوقعة على فئوية أو حزبية أو انتماء معين فهو يقيس الواقع بمقاييس الانتماء الذي ينتمي إليه ورابع وخامس وسادس إذن جزئية من جزئيات حسن التبصر وهي فهم الواقع كواقع ثم بعد ذلك ربط هذا الفهم أو الارتقاء بهذا الفهم إلى الدلالة الربانية هذه أول درجات أعلى منها الانطلاق إلى الواقع من الدلالة الربانية بعيد هناك من ينظر إلى الواقع ويتأمن ويتأثر بالواقع ثم يرجع إلى كلام الله عز وجل إلى كلام الله عز وجل إلى كلام الحبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا جاء في الدلالات الربانية التي جاءت ماذا جاءت في إشارات النبوة حول هذا الواقع نعم أخبرنا الحق أنبأنا الحق عز وجل بكذا وكذا وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سبحان الله هو الأمر هكذا فهو انطلق من الواقع إلى الدلالات الربانية أرقى من ذلك انطلق إلى الواقع من الدلالة الربانية هو يعيش معنى الصلة بالله سبحانه وتعالى في باطنه هو متحصل على نصيب وافر من علوم الشريعة هو عامل بعلمه مرتقن في مراتب الإيمان في درجات اليقين هو مروض لنفسه على الاستقامة الظاهرة والباطنة ذلك الأمر أثمر فيه نظرة إلى الواقع بالمنظار الرباني فهو كلما رأى شيء رأاه بعين الدلالة الربانية التي امتزج بها حاله ليست مجرد مطالعة لأحاديث في السنة أو مجرد تلاوة في شيء من التدبر لعيات الكتاب العزيز التدبر والمطالعة مع العمل بها أثمرت فيه ارتقاء في الإيمان ثباتا على الاستقامة أثمرت شيئا اسمه البصيرة أثمرت شيئا اسمه البصيرة وهي حقيقة الفقه الله عز وجل لما نفى الفقه عن أقوام نفاه عن القلوب قلوب لا يفقهون بها فصاحب النظرة بعين البصيرة الذي ينظر إلى الواقع من منظار الدلالة الربانية هذا يرتقي إلى أعلام راتب الاستبصار دونه في الطريق إليه الذي ينظر إلى الواقع فيغلب عليه معايشة أمر معايشة الواقع ثم يحاول ربط الواقع بما يفهم من الدلالات الربانية التي يتلوها ويقرأها ويتأملها اتضح الفرق بين المقامين وكلاهما راقي وكلاهما يمكن أن نقول أنه صار نادرا اليوم في مجتمع الدعاة للأسف باستثناء دعاة الكبار الذين أكرمهم الله عز وجل بهذه البصيرة وكلمة كبار لا يشترط أن ترتبط بالمشهورين وهذه ملاحظة لطيفة كلمة كبار هم في مقامهم في خدمة الدعوة كم من خادم للدعوة على قدم راصخة أكثر الخلق لا يعرفونهم وهم يعيشون ثمار جهده وهمته وحاله مع الله عز وجل الغالب اليوم على مجتمعنا في الدعوة إلى الله عز وجل ضعف حسن الاستبصار إما انحصارا على الواقع دون ربطه بالدلالات الربانية أو انحصار في الانحصار أو بانحصار في الانحصار لم يكتفي الكثير بالنظر المنحصر على الواقع بل وصلوا إلى حج أنهم انحصروا على جزئية في رؤية الواقع فيقيس الواقع كله من زاوية واحدة ينظر إليها على سبيل المثال في خارج إطار الدعوة عندما تسأل النجار عن بيت دخل إلى بيت جديد تسأل النجار تقول ما رأيك في البيت يقول ما شاء الله شبابيك ممتازة النوافذ والأبواب خشب ممتاز البيت هذا ممتاز تبقى تكون الأساسات غير ممطيبة قد يكون الجدران غير مستقيمة قد يكون السقف غير متقن قد يكون الدهان غير جميل لكن الرجل قال البيت ممتاز لماذا قال البيت ممتاز لأنه نظر إليه من زاوية معينة الزاوية التي يشتغل هو بها التي يعتني بها تسأل صاحب الدهانات ما رأيك في البيت يقول تعبان البيت هذا مدري كيف يسكنون فيه لما؟ قل هذا ما ينفع خلاص مغشوش البيت لما؟ لأن الدهان لم يكن جيد مع أن الدهان آخر شيء يتمم به البيت لو لم يدهن البيت يمكن أن يقوم البيت تنظر إلى هذا المثال وتقيس به حال كثير أو أحوالنا في كثير من الأحيان في تقييمنا للوهاقة لكن الذي ينظر بحسن التبصر يرتبط في منظاره بمنظار الربهني يشهد به ارتباط الواقع بخالق هذا الواقع يتخلص في نظره إلى الواقع من وهم القدرة أو الإرادة أو السيطرة لأحد من الخلق من ضعف اليقين الذي يثمر عند صاحبه ضعف التبصر أن يعيش مؤمن وهو معتقد أن بعض البشر قد سيطروا على الأرض ولا لا ما أحد يقدر يعمل شيء اليوم إلا بترتيب الفلانيين هؤلاء لا خلاص هؤلاء سيطروا على كل شيء المال بيدهم والإعلام بيدهم والسياسة بيدهم خلاص أنت اليوم لو تمشي حتى في الصحراء يرصدوك سبحان الله لن في تقدم شعوب أو هيئات أو أقوام أو فئات في الأرض في الأخذ بمكنة الأسباب لكن أن يكون لهذه المكنة في الأسباب الصول على القلوب إلى الحد الذي يغلب ويهزم فيه المؤمن بل الداعية في قلبه في باطنه بوهم سيطرة لغير الله في هذا الوجود بحيث ينظر إلى الأشياء بالمنظار المحصور على الاستسلام لوهم سيطرة لخلق في الأرض هذا لا يمكن أبدا يقابله أيضا من ضعف غسن التبصر أن يأتي من يريد أن يخدم الدعوة وأن يتفهم شعن الدعوة فيقول كما أن هؤلاء قد سيطروا على مقاليد الأرض يجب أن نسيطر على مقاليد الأرض ولهذا نأخذ بالأسباب وينبغي أن نأخذ بأسباب المكنة في الأرض حتى نسيطر على الأرض فإذا سيطرنا على الأرض نشرنا دين الله فيها هذا باطل واجه باطلا المنظار في السابق كان باطلا فترتب عليه الإجراء الباطل بعد ذلك منظار التقييم كان باطلا فترتب عليه منظار التقويم أنه صار باطلا عندما قيمنا المسألة قيمناها بمنظار باطر وعندما أردنا أن نقومها نصلحها كان المنظار أيضا باطلا لأنه ترتب على باطر ليس المقصود من ذلك عدم الأخذ بالأسباب فقد مر معكم في مجالس ماضية بل في الدورات الماضية أيضا أن الأخذ بالأسباب نوع من أنواع العبادة الأمة تعاني تكسيرا فيها نحن تعبدنا بالأخذ بالأسباب أسباب المكنة في مجالات الإعلام والاقتصاد والعسكرية والسياسية ومجالات الصناعة والزراعة هذا من فروض الكفايات عندنا في الشريعة ومر معنا الكلام في ذلك وفرغنا منه لكن الإشكال هنا أمر آخر هو الانطلاق في أخذ الأسباب من منطلق إرادة السيطرة في الوجود الله لما خاطب سيدنا محمدا وهو إمام الدعاة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قال له لست عليهم بمسيطر ليست منهجيتك منهجية السيطرة ليست منهجيتك منهجية الاستحوار ليست قوتك في منطق الدعوة إلى الله تعالى في فهم الدعوة إلى الله ليست قوتك مستمدة من الاعتماد على القوة الحسية خذ بالقوة الحسية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من قوة أمرنا الله بالعداد لكن لم يقول واعتمدوا على ما أعددتم من قوة لم يقول اجعلوا مقاييس انطلاقكم الاعتماد على الأخذ بالأسباب هل هذا الأمر واضح قبل أن ننطلق إلى الذي يليه لأنه سيترتب عليه أيوجد من التبس عليه شيء في هذا الأمر ويحتاج إلى عادة توضيح الأمر هذا واضح واضح ماذا تفضل لبيك الأخيرة هذه نعم هناك لبس قد حصل عند الكثير أحسنت عندما سألت بارك الله فيك وطلبت اليعد هناك لبس حصل عند الكثير في التفريق بين الأخذ بالأسباب انطلاقا من امتثال أمر الله بأن أخذ بالأسباب وبين مرض في النفس هو حب السيطرة والاستحواذ يختلط في داخل نفس الإنسان هذا المرض فيوهم صاحبه بأنه يريد أن يخدم دين الله لماذا تريد أن تسيطر قال حتى أخدم الدين من خلال السيطرة نحكم الأرض ثم من حكمنا للأرض نوصل دين الله عز وجل إلى أهل الأرض هذا باطل هذا اختلاط التباس حصل لبس حصل وخلط بين حظ النفس في إرادة السيطرة وبين خدمة دين الله ونشر دين الله ولهذا انتشر دين الله عز وجل في الأرض على عيد أقوام دون أن يحتاجوا إلى رفع سيف الذين نشروا الإسلام في جنوب شرق آسيا وفي شرق آسيا وفي شرق أفريقيا وفي غرب أفريقيا ما احتاجوا إلى الحروب لما سيأتي سؤال ساداتنا الصحابة احتاجوا إلى الحروب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حارب وقاتل قلنا لا نذم الحروب لكن لنفهم كيف حاربوا ولماذا حاربوا هم حاربوا لرد اعتداء المعتدي لرد حاجب وصول الدعوة إلى الخلق الذي يريد من الدول التي كانت تريد أن تحجب حرياتي أو أن تعتدي على حريات شعوبها فتمنع الشعوب من أن تتلقى أنوار دين الله عز وجل رسول الله حارب من اعتداء وحارب من حجب وصول نور الله عن الخلق أراد حجبا وصول نور الله عن الخلق وكذلكم الصحابة وأيما بلد رغب أهلها في أخذ الإسلام أو بمعنى أصح وأدق أيما بلد فسح المجال فيها لنشر دعوة الإسلام لم يحتج إلى القتال فيها ولهذا جاء في المسلمين من نشر الإسلام دون قتال عندما وجدوا بلدانا لم يمنع حكامها شعوبهم من أن يسمعوا دين الله وأن يفهموه فأسلمت تلكم الدول هنا خلط بين مفهوم الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل وبين مفهوم القتال للوصول إلى حكم للوصول إلى سيطرة للوصول إلى منزلة البعض يتكلم يقول نحن نبغي أن نقاتل حتى نعبد الأرض لله هذا كلام عليه نظر فيه نظر الأرض عابدة لله متى تمردت الأرض عن عبادة الله حتى نعبدها لله عز وجل الأرض وين من شيء الله يسبحه لحمده أن نحن بحاجة إلى أن نعبد قلوبنا وقلوب الخلاق لله سبحانه وتعالى وليست الأرض فالنظر إلى أن أسيطر حتى أخدم دين الله هذا فيها نظر من حيث حسن التبصر الله قال لسيدنا محمد لست عليهم بمسيطر هذا الأصل في المنهج لما استضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أعيان قوم أسلم وضع له وسادته صلى الله عليه وسلم ليجلس عليها وجلس رسول الله على التراب مع أن الذي أمامه لم يكن مسلما تأمل هنا لم يكن مسلما جلسه على الوسادة وجلس على التراب فقال الرجل قال فقلت في نفسي والله ما هذا بفعل ملوك ما هذا بفعل الملوك لأن هذه أكيد المسألة فيها صلة بربانية بنبوة ليست المسألة هنا حب سيطرة ليست المسألة هنا حب تملك المسألة هنا أرقى من ذلك المسألة هنا ربط بالسماء ربط بالحق جل جلاله وتعالى تعظمته كانت أحد الأسباب التي هزت قلب الرجل فدخل إلى الإسلام إذا ما الفارق بين من يريد أن يملك وبين من يريد أن يخدم جناب الحق الدعوة هنا يأتي حفظ النفس فليست مهمتنا في خدمة الدعوة السيطرة على الواقع لنخدم الدعوة لكن مهمتنا الخدمة في الواقع لله عز وجل لنشر الدعوة لهذا كان السيد محمد أمين كتبي رحمه الله تعالى يقول في بعض أبياته يا ربي أهلني لرتبتي خادم الذين عاشوا هذا المعنى من العبودية لله وهو يرجع إلى اليقين إلى الإيمان إلى الاستقامة الظاهرة والباطنة إلى معرفة علوم تزكية الأنفس يعيش هذا المعنى من الاستبصار في نظره للواقع يترتب اتضحت النقطة الفرق بين الخدمة في الواقع بمنظار إرادة السيطرة على الواقع ولو باسم الإسلام ولو بنية خدمة الإسلام وبين إرادة خدمة الإسلام في الواقع بعبوديتنا لله عز وجل اتضح الفرق إذا اتضح سيترتب عليه أمر آخر الأمر الآخر الذي سيترتب عليه هو ضوابط في النظر إلى الواقع اليوم نفقدها وأسباب فقدها ترجع إلى ثلاثة الأمور الأولى الإيمان الاستقامة الظاهرة الباطنة العلم أحد هذه الأمور التثبت من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها الداعية في نظرته إلى الواقع أن يعيش أدبا من الآداب النبوية وهو أدب التثبت أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أم تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين التثبت أي عدم التسرع بالحكم على الشيء كان هذا الشيء إنسانا أو واقعا أو شيئا من مجريات الحياة أو تصرفا أراه أمامي عدم أو كلاما نقل إلي أو وضعا أخبرت به ليس من صفات أصحابي حسن التبصر تركه التثبت فين بغي أن يعيش الداعية في أموره في نظرته إلى الواقع مسألة التثبت عندما أنظر إلى قضية أو تنقل إلي قضية لا أبني على أساسها تصرفا قبل أن أتأكد من صحتي وقوعها ثم قبل أن أتأكد من صحتي ما فهمته من وقوعها ما يترتب على وقوعها هذا أمر التثبت وهو يكاد يفقد اليوم حتى بين طلبة العلم في كثير من الأحيان يأتي بعض الطلاب يتكلم يقول المسألة الفلانية نريد أن نشارك فيها يقول أي مسألة يقول لا تخبي علينا يقول عندي خبر منين جاك الخبر يقول لا حبيب خبر موجود عندي جاءني أحد الشباب مرة في منتصف الليل وهو من الأفاضل من الشباب الأفاضل لم يكن من أهل عدم التثبت لكن جاءه الكلام جاءني طرق علي الباب مرحبا تفضل أهل النساء لا أريد أن أزعجك الوقت متأخر بس أريد إذا ما هناك إحراج أن أشارككم رحلتكم مع الحبيب عمر في السفر إلى أفريقيا أي رحلة؟ كانتم سافرين هذا الأسبوع لا تخبي علي يقول الخبر منتشر لم يكن هناك رحلة من أصلها تتبعنا المسألة كأن أحد الأخوان كان يتكلم في مجلس من المجالس مع بعض الشباب يقول في الرحلة التي كانت في أفريقيا حصل كذا وكذا 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 فالذي سمع نقل إلى الثاني وقال أنه في العادة يذهبون إلى أفريقيا وعندما يذهبون إلى أفريقيا يحصل كذا وكذا وكذا ثالث يقول إن شاء الله عندما يذهبون المرات القادمة إلى أفريقيا أسأل الله أن يكتبني أن يكون معهم الرابع يقول خلاص قرروا يذهبون إلى أفريقيا الخامس يقول إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم لأن لهم مدة ما راحوا فلا غلب أنهم سيذهبون الأسبوع القادم تصل إلى الأخير أنهم بالضبط والسبوع القادم سيذهبون إلى مسألة التثبت تضييع التثبت هذا مثل سطحي مثل بسيط يعني مثل متعلق سأذهب أو لن أذهب في مشاركة في خير لكن نفس الحالة هذا أننا نعيشها مآسا في الأمة في تقييمنا للعلماء في تقييمنا للأشخاص تجار مسؤولين موظفين كبار صغار في تقييمنا للأعمال في تقييمنا للواقع الذي يدور حوالينا في تقييمنا للفرق للمناهج الموجودة في العالم الإسلامي في تقييمنا لأعمال الدعوية يسهل علينا التسرع في النظر في الحكم دون التثبت والتبصر هذا انبنى على شيء آخر شيء آخر الذي انبنى عليه هذا الإشكال في عدم تبصر إحسان التبصر ميل النفس إلى المسارعة في التصديق في الأمور التي يترتب عليها الإحساس بنقص الآخرين هذا سر من أسرار النفوس البشرية يا إخواني النفس البشرية التي لم ينطنضج في التزكية لم تبلغ نصاب التزكية لم ترتقي في التزكية بسبب النقص الذي في النفس لا شعوريا تميل إلى عدم رؤية الكمال في غيرها فلهذا إذا سمعت كلاما فيه انتقاص لشخص تسارع إلى تصديقه قبل التأكد منه الذي يعتني بتزكية نفسه لا يمكن أن يقع في مثل هذا الأمر إذا جاءه شيء من هذه الأمور يقول لا سبحان الله يمكننا النقل ما كان دقيق تأكدوا دعونا نحسن الظن طيب لو صح أن فلان فعل كذا يمكن ما قصد يمكن أراد اجتهدف أخطى أراد الخير فلم يعني يوفق إلى إصابته طيب دعونا كذا يحاول أن يلتمس العذار لأهل الإسلام وليأهل الهيمان يحاول أن يحمل تصرفات البشر على أحسن المحامل هذان مسلكان للنفوس النفس التي تزكت وارتقى صاحبها في الاستقامة الظاهرة الباطنة والباطنة التي ارتقى صاحبها في إيمانه التي عاش صاحبها العمل بالعلم الذي أخذ صاحبها العلم على وجهه الصحيح تميل إلى رؤية الكمال فيما يحيط بها لأنها تنظر إلى الوجود من حيث صلة الوجود بالخالق جل جلاله هذا أمر عميق في النفوس لكن يا أخواني له ارتباط بواقع الدعوة في كل يوم وليلة فيما يجري في الدعوة اليوم الذي ينظر إلى الواقع الذي يحيط من منظار شهود أن الذي يدير هذا الواقع الذي يدبر هذا الواقع شهود أن الذي يدبر هذا الواقع هو الله جل جلاله بحكمته بإرادته سبحانه عز وجل يستشعر معنا من الكمال فيما يدور في الواقع حتى فيما يكون في جزئياته النقص يرى أنه بمجملي بكلياته يسير ضمن حكمة الخالق جل جلاله التي تقتضي مني كعبد أو تطالبني كعبد أن أقوم بموضايف العبودية في إصلاح جزئيات فيها خطأ تسبب في إصلاح الخطأ في الجزئيات في الانتهاض نحو الدعوة إلى الله عز وجل في تقويم المائل في إعانة المتخاذل في شحذ الهمة في ردع المخطئ في كذا في كذا لكن أعمل في هذه الأشياء لا على أني أنا المقدم المؤخر المعطي المانع الذي سأصلح أعمل على أني خادم متسبب في ذلك أتقن وأخذ بالأسباب وأبذل الجهد وأسأل الله التوفيق في ذلك في النهاية عبد أعيش معنا عبوديتي وأدبي مع الله في هذا العمل وأشهد معنى الأدب مع الله في أن الكون لم يخرج عن التدبير الإلهي الأخطاء الجزئية التي تحصل في الواقع وإن عظمت وإن قبحت هي مخاطبات لنا تطالبنا بحسن التصرف لكنها في مؤداءها النهائي بعد ذلك تنتهي إلى تدبير الحق سبحانه وتعالى فيما يقبل على الناس الواقع الذي نرى اليوم يوجد ظلم في العالم يوجد ظلم قتل يوجد قتل يوجد سفك يوجد سفك يوجد اتهاد يوجد اتهاد يوجد تأخر يوجد جهل يوجد فقر يوجد فقر يوجد تمزق يوجد تناحر يوجد تدابر يوجد كراهية في الأرض هذا الكم من الشر الذي يفيض في الأرض نراه هو خطاب لنا في أن نؤدي دورنا في إصلاح هذا الواقع كعبيد لله عز وجل ما الفرق بين الذي يؤدي دوره في الخدمة كعبد وبين الذي يؤدي دوره وهو غائب عن معنى عبوديته الذي يؤدي دوره وهو عبد يشهد الكمال في عموم ما يدور وإن كان النقص قد اكتنف جزئياته والنقص الذي اكتنف جزئياته يتعلق به هو ليؤدي دوره في إصلاح هذا النقص النقص الذي هو ثمرة الفعل البشري في الأرض الانحراف البشري عن معنى العبودية لله عن إقامة الخلافة لكن في نفس الوقت هو لا يتألأ على الله جل جلاله لا يرى لنفسي أنه هو المقدم المؤخر في الوجود وهنا هذا المعنى الراغي الدقيق الذي نتكلم فيه الآن اكتنفه مشهدان خاطئان اكتنفه مشهدان خاطئان المشهد الأول الذي يرى لنفسه من حيث لا يشعر أنه الذي سيغير سيغير بذاته هو طيب بالاستعانة بالله يقول بإogan ان شاء الله استعانة بالله يتوكل على الله لكن استعانة بالله وتوكل على الله الفاض لا يعيشها في حالة تصرفاته لا يعيش معنى التوكل إذا جاء سبب من الأسباب وفي الاخذ بمخالفة للشريعة يخالف الشريعة ويأخذ بشيء من الأسباب المخالفة للشريعة لأنه يريد أن ينجز لماذا فعل هذا؟ لأنه لم يعيش التوكل لو عاش التوكل سيأخذ بجميع الأسباب المباحة المتاحة المرغض فيها وسيمتنع أن أخذ بالأسباب التي لا ترضي الله عز وجل لكن لغياب التوكل عن القلب أخذ بالأسباب الخاطئة رضي أن يكذب ليصل إلى نتيجة حسنة رضي أن يغش ليصل إلى نتيجة حسنة رضي أن يخون ليصل إلى نتيجة حسنة رضي أن يتعامل بالربا ما قال حمو الطرون لابد أن نسبق ركب العالم ندخل في أنت ما كيف ماذا تصنع أنت ماذا تفعل أنت الآن تقيم دعوة ربانية تقيم ربط للخالق بالخالق أم تقيم دولة لك أنت لنفسك تقيم لك منزلة لنفسك أنت لو عشت معنا الاستعانة بالله والتوكل على الله لا عرفت كيف تأخذ بالأسباب وجهها في مقابل ذلك من يتوهم التوكل على الله ويتوهم الاستعانة بالله فيجعل من وهمه فيثمر وهمه في تصرفاته ترك الأخذ بالأسباب أتقن أنجز أقيم خطط رتب خذ بالأسباب يقول لا نحن متوكلون على الله تعالى الأخذ بالأسباب من باب يعني العبودية فبات تبرك أن يعني شيء من الأسباب البسيطة ليس هذا المقصود مدام أخذ بالأسباب إذا كان الأخذ بالأسباب للأكل للشراب للشهوة يتقن الإنسان ويضبط فكيف بالأخذ الأسباب عبودية امتثاله لأمر المسبب ينبغى أن يتقن تكون على أعلى درجات الإتقان إذا كان الذي يأخذ بالأسباب طمعا في الدنيا لينال المال يسهر الليل والنهار في ضبط الأسباب فكيف الذي يأخذ بالأسباب امتثالا لأمر المسبب جل جلاله ألا يستحق هذا الامتثال معنا من الإتقان أرقى فلأخذ بالأسباب فالفريق الأول اعتمد على الأسباب وضيع الاعتماد على الله والتوكل على الله والفريق الثاني ضيع الامتثال لأمر الله فلأخذ بالأسباب وتوهم أنه متوكل على الله أين الاستبصار أين حسن التبصر حسن التبصر أن أخذ بالأسباب متقنا إياها في أعلى درجات الإتقان من باب الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وقلبي خلو عن انتظار النتيجة من الأسباب وهذا صعب الكلام عنه سهل يا إخواني أن تطالب ببذل الجهد والوسع وإرهاق النفس في إتقان السبب ثم تقنع نفسك أن لا تعتمد على الذي بذلت فيه الجهد هذا ليس من السهل بمكان لكنه ثمرة تزكية ثمرة طهارة القلوب ثمرة العلم المقترم بالعمل المثمر الارتقاه في الإيمان المثمر الاستقامة الظاهرة والباطنة المثمر لنور البصيرة كنا نضرب مثلا في السنة الماضية والتي قبلها وفي بعض المحاضرات الأخرى للطفل الصغير ربما كثير منكم من سمع هذا المثل يتذكره طفل صغير قال لأبي يا أبا الشريل اللي حلوى قال قم إلى الدكان أخذه إلى الدكان وقال له عدل العشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى العشرة قال لصاحب الدكان أعطي حلوى فأخذ الولد الحلوى في اليوم الثاني الولد اشتهى الحلوى ماذا فعل ذهب إلى الدكان قال لصاحب الدكان عم قال له نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر قال ايوه قال واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ساعة عشر قال ايوه طيب بعد قال واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ساعة عشر قال طيب بعد قال وين الحلوة قال الحلوة لها ثمان قال أنا البارح أديت للعشرة أعطيتني حلوة قال أنا ما أعطيتك الحلوة لأنك أديت للعشرة أنا أعطيتك حلوة لأنك سمعت كلام أبيك وأبوك هو صاحب المال هو صاحب الملك أمرني أن أعطيك فأعطيتك جميع الأسباب التي نعمل بها في الوجود هي كالعدل العشرة ليست ثمنا للثمرات والنتائج التي تأتي منها وإنما الثمرات والنتائج التي تأتي من الأخذ بالأسباب هي ثمرة لامتثال أمر المسبب جل جلاله تبقى واحد يأتي يستشكال هنا طب الكفار من ما يؤمنون بالمسبب يأخذون بالأسباب تأتيهم النتائج نقول نعم هم هنا امتثلوا أمر المسبب لا عبودية للمسبب ولكن كسنة من سنن الكون الله رتب في السنن الكونية أن الذي يعمل كذا ينال كذا فهم أخذوا بهذه السنن الكونية وحتمدوا عليه طب نحن لماذا لا نعمل ذلك لأننا لا نريد أن نكون عبيدا للسنن الكونية نحن سنأخذ بالأسباب ينبغي أن نأخذ بالأسباب أفضل من أخذهم بالأسباب وأكثر إتقانا من أخذهم للأسباب لكن حتى يتحول أخذنا للأسباب من نفع ذاتي نبحث به عن شهواتنا وحضوضنا إلى خدمة لله فينبغي أن يكون أخذنا للأسباب امتثالا لأمر المسبب لا اعتمادا علي وهذا الشرك الخفي الشرك الأكبر لا يوجد في الأمة هذا كلام فارغ من السفصطائيات السفة الذي يتكلم به باسم العلم والتوحيد اليوم في العالم الإسلامي أن نسمع من يقول أن في المسلمين من أشرك الشرك الأكبر أن المسلمين قد خرجوا عن الملة وأشركوا الشرك الأكبر وفعلوا وتركوا وعبدوا القبور هذا كلام سفصطائي هذا تضيع لوقت الأمة هذا إهدار لجهد الأمة شغل الأمة بأمور قد تكفل لنا بأنها لن تحصل هناك أخطاء تحصل في الممارسات نسميها أخطاء ننزلها نوصفها ننزلها منزلتها ما بين المكروه والمحرم لكن أن نشغل الأمة بأن قضية الأمة اليوم أن الأمة ضيعت التوحيد وقعت في الشرك الأكبر والمصطفى يقول أني والله ما أخاف أن تشركه بعدي يقسم يمينا إن الشيطان قد أيسا يعبده المسلون انتهت هذه القضية قبل هبوب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين لن يوجد في الأمة شرك جماعي ينتشر لكن هناك خطر حذرنا منه رسول الله واليوم معلوم الأصوات بالتحذير من الشيء الذي ضمن لنا رسول الله أنه لن يحصل ضيعنا الأشياء التي حذرنا رسول الله من حصولي هذا من تضيح حسن التبصر في معرفة الأولويات التي تحتاج إليها الأمة هذا من الشرك الخفي الذي حذرنا منه رسول الله الشرك الذي لا يخرج عن الملة الشرك الأكبر هذا انتهى لكن الشرك الخفي مثل ماذا؟ مثل الاعتماد على الأسباب أن أعمل بالأسباب وما أنتظر أن الله هو المعطي سيعطيني أنتظر أن الأسباب هي التي ستعطيني طبعا لا يوجد مسلم يقول ليس الله المعطي لا يوجد مسلم سيقول أن الله لا يعطي لكن الأسباب تعطي لكن لسان الحال يقول الذي يقلق لأن المرتب تأخر ولا نقص ولا مع أنه معتمد على المرتب ما هو معتمد على الله صحيح صحيح القلق هذا ما سببه لا لأنه عندي حاجة وأولاد ومسؤوليات أنتم ما تحسوا أنتم الحمد لله ما احتجتم مثلي لا لا ما هي كذا تعال تعال راجع نفسك بصدق إذن أنت منتظر أن رزقك في المرتب لو أنت منتظر رزقك من الله عز وجل لو شدت عليك الأمور أنت تنتظر منه وليس من المرتب تعال راجع راجع اليقين في قلبك راجع التوكل على الله في باطنك هذا في مسألة شخصية في مثل الرزق ترتب على ذلك قرارات صدرت في الأمة تصرفات في أفراد وجماعات ودعاة في الأمة قامت على ترسيخ ظلمة الاعتماد على السببية في القلوب بسبب عدم حسن التبصر ضياع حسن التبصر من بناء الذات للداعية طلبي حسن التبصر أخذنا الكلام عن التثبت إلى عدم الاعتماد على لا سباب ويوصلنا ذلك إلى مسألة أخرى في حسن التبصر وهي الأخذ بأدب من آداب العبودية لله عز وجل هذا الأدب دوامه اعتقاد النقص في النفس مع السعي نحو الكمال اعتقاد النقص في النفس مع السعي نحو الكمال أي الكمال المقيد يجعل صاحبه يتلمس الانتفاع بغيره فيحيي أدبا من آداب النبوة وهو آدب الشورى اليوم نحن نطالب الدول أن تعمل شورى وكذا وبعض سميها ديمقراطية نحن نضيع الآن أدب الشورى في أبسط أمورنا كأفراد كبيوت كمؤسسات كأعمال إذا أردنا أن يقوم هذا الأمر الراغي في بلداننا كدول ينبغي أن نفكر في إقامته فينا نحن الله عز وجل خاطب سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخاطبه في أمر الشورى وجعل مقدمة الخطاب في أمر الشورى مبينة إلى أن الناس الذين ستشاورهم سترى فيهم عيوبا طب شاور فلان يقول لا فلان فيه كذا وكذا طيب من قال لك أن الذي ستشاور يجب أن يكون كاملا في كل شيء الله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور الرقية التي استفدناها من سيد الحبيب عمر جزاه الله عنها خيرا قال شوفوا انظروا الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم قال فبما رحمة من الله لنت لهم فالأصل في شورى حصول لين القلب هذا الرحمة الربانية وكل ما بدأ شورى يقوم على مستوى أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو دول لا يكون الأصل فيه عند الرأس وجود لين الجانب الذي وثمرت الرحمة فهي صورة ليست حقيقة عدها ما اكتملت ولو أخذت صورتها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك طيب كيف هؤلاء الذين تلطف بهم هم ممتازون وإن كانوا صالحين وإن كانوا الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء لكن اسمع قال فاعفو عنهم العفو هذا ما الذي يقتضي العفو الخطأ يعفى عن من عن من أخطأ واستغفر لهم الاستغفار لمن لمن أذنب هؤلاء الذين سيخطئون وهم في حاجة إلى عفوك وسيذنبون وهم في حاجة إلى استغفارك هؤلاء هم هم أنت يا أكمل الخلق وشاورهم في الأمر أنت يا أكمل الخلق عقلا وفهما وبصيرا يا من يأتيك الوحي من السماء أقن في هذا الوجود معنى لعبوديتك لي شاور هؤلاء في الأمر شاور من الذين يحتاجون إلى عفوك والذين يحتاجون إلى استغفارك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا تأمننا هذا المعنى رجعنا إلى أحوالنا في النظر إلى أي مدى نقيم حقيقة المشاورة في حياتنا الرجل في البيت كم يشاور زوجته وأولاده في شؤونه هل هذا الأمر حي في بيوتنا نعم القرار الذي له صلب التربية الذي له الحسن في النهاية يعني لا بد فيه من نظر لكن إلى أي مدى تشاور وتقدر ما تشاوره ليست مشاورة تحلة قسمها كذلك يشاورهن وخالفهن هذا ما هو حديث إقامة سنة المشاورة في البيت إلى أي مدى أن تشاور زملائك في العمل الذي أنت فيه في مجال الدعوة في الخدمة التي أنت فيها إلى أي مدى تتأمل تحترم رأي غيرك وتنظر فيه وتقدره بعد ذلك أخذت بيه لم تأخذ بيه ما الذي تضح لك لكن كيف تتلقى رأي غيرك هل تفرح أن تستمع إلى رأي غيرك؟ هل تجعل رأي غيرك محلاً من الإنصات والتدبور وتقول لعل الله قد ساق لي شيئاً على لساني أخي؟ هذا من حسن التبصر لنحتاج اليوم إليه هي خدمة الدعوة أيضاً في حسن التبصر عدم القطع في الأشياء هناك أشياء تحتاج إلى قطع هي قطعية الشريعة جاءت بأنها قطعية لمجال فيه وحدانية الله عز وجل فرضية الصلاة نبوة سيدنا محمد خاتميته للأنبياء للنبوات والرسالات هذه الأشياء القطعيات هل إلا كلام فيها لكن هناك أشياء تتعلق بالحياة ترد عليها الاحتمالات الداعي الذي ينظر إلى الأشياء التي تحيط به نظرة القطع الأولي خلاص قرار هذه كذا بس هي كذا راجع طيب أعد النظر في المسألة طب عملتها على أنها كذا فاختل عملك لماذا لا تراجع نفسك تنظر إليها مرة أخرى لعلها لم تكن كذلك ومن هذه الأشياء التي التي يصعب على النفس أن تراجعها الأمور التي لها علاقة بانتماء الإنسان انتماء الإنسان إلى جماعة إلى حزب إلى ترتيب إلى مؤسسة إلى مدرسة إلى مذهب في انتماءه هذا إذا التبس عليه ارتقاؤه في نظره إلى أن الذي انتماء إليه صواب هذا ليس هناك إشباه لكن إذا التبس عليه هذا بالنسبة الأمر إليه مدرستي منهجي جماعتي مؤسستي حزبي أنا 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 مرض ما عادت غضبتك أو غيرتك أو حرصك على الدفاع ما عادت دفاع عن حق أصبع الدفاع عن ذاتك وأنت تتوهم أنه دفاع عن الجماعة أو عن المؤسسة أو عن الحزب أو عن المذهب لا 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 أنت هنا لا تدافع عن حق ولو كان الذي تنتمي إليه حقاً أنت هنا تدافع عن انتمائك إليه فأنت تدافع عن نفسك ولهذا يحصل الغضب وعدم الرضا بالمراجعة حتى في المذاهب الحقة المذاهب الحقة عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم في من يرون أنهم على حق كثير من الإشكالات التي قامت فيما يذكرونه بين صراع بين الفقاء أئمة المذاهب لم يكن بينهم صراع أحمد أربعون سنة سنة يقول مرت علي أربعون سنة ما صليت صلاة إلا دعوت فيها لمحمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي يقول رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ذكر العلماء فمالكنا النجم هؤلاء ساداتنا الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونفعنا بهم لم يكن بينهم صراع حصل بين أفراد من المتأخرين بعض النزاعات المذهبية ما سبب هذه النزاعات المذهبية التي أثرت أحيانا حتى على فهم الحكم يصل بالبعض يقول لا يجوز المنتمي المذهب الفلاني يصلي خلف المذهب الفلاني في وقت من الأوقات حصل من بعض الأفراد من الفقهاء أن أفتوا بذلك وعلّل ذلك بجزئية فقهية اجتهادية لكن إذا رجعنا إلى الأمر هنا إشكال بشري إشكال نفسي إذا كان ابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف أنا لن أصلي خلف فقيه من الفقهاء لأنه في جزئية من الجزئيات وقال بعض المتأخرين من الفقهاء كذا وكذا فأحسن لن أصلي خلفه أو أعيد الصلاة من خلفه لا مدام صحت عند الإمام أرجع إلى ذلك أعلم أن هذا الكلام سيعارض من بعض طلبة العلم لكن عند التحقيق عند النظر إلى مقاصد الشريعة إذا كان هذا الأمر نظرنا إليه في فقهائنا فكيف مجال اليوم الأخذ والرد جماعة هذه تهجم على هذه الجماعة والجماعة هذه ترمي على هذه الجماعة والجماعة هذه تفسق هذه الجماعة وهذه تبدع وهذه تكفر وهذه تشرك ما السبب؟ انتماء إلى الذات ليس انتماء إلى الدين الشيء القايم على الانتماء الخالص إلى الدين لا يمكن أن يسمر هذه النفرة بين نفوس المسلمين بين الأمة من أسباب ذلك القطع يعني من ثمارات ذلك القطع في الأمر خلاص هو كذلك هو لا أريكم إلا ما أرى هذا الباطل منشأه نسبة الشيء إلى الذات هل هذا الكلام واضح إخواني شباب واضح هذا الكلام أحد عنده استشكال فيه هل أحد عنده استشكال في هذا الكلام أنه سيترتب عليه أمور هذا القطع الذي حصل ترتب عليه أفعال في واقع الأمة هذه الأفعال التي حصلت في واقع الأمة تحولت إلى صراعات بعضها ظاهر مشادات كلامية أو صارعات في مساجد وبعضها غير ظاهر كيد كل جماعة تكيد للأخرى وحصل أنه بعض المجموعات الإسلامية اليوم في اجتماعاتها الخاصة تجتمعوا تقول لا هذه المساحة بدأت الجماعة الفلانية فيها تأخذ أكبر من حجمها يمكن تضرب انتشارنا طيب أحسن طيب لو تقدموا أكثر بعد ذلك لو تقدموا أكثر سيكون المنطقة هذه تابعة لهم وبالتالي سيعرق المخططاتنا للوصول للمنطقة التي تليها إذن لابد نعمل على قصر وجودهم في هذه المنطقة نحن لسنا ضدهم هم مسلمون يجتهدون لكن هذا يضرب الخطة الاستراتيجية نريدها نحن في عملنا الإسلامي إذن ماذا نفعل نزل الشائعة عليهم في المسألة الله أكبر هذا عمل دين هذا عمل دين هذا الداعي الفلاني لو انتشر أكثر قد يستقطب ترتيب الفلان أن نعمل عليه كذا هذا المدرسة الفلانية نقيم عليها كذا أو نسعى يا مسؤول هؤلاء يقولون كذا وقصدهم بعد ذلك وردون أن يصلوا إلى كذا سبحان الله أنت الآن ضد من تعال 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 قليل راجع نفسك أنت الآن تعمل ضد من ضد اعداء الإسلام ضد الفسق أو الفجرة ضد من ضد من يشاركونك خدمة الدين ما السبب هذا هذه النظرة المنطلق في النظرة ما أصلها نفس فتح الله عليه أن المسألة تحولت دون شعور قد يكون وصادق في نفسه يريد الخير يعني يريد أن يخدم الإسلام لكن عندنه ماكي لما أخلب بدقائق أو بمعاني تزكية بمرادات الاستقامة بظاهر الباطنة تعال 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 أخي أنت يا من وصلت إلى ذا الحد راجع نفسك ما حالك مع الاستقامة في ظاهره وفي باطنها ما حالك في مراقبة الخواطر التي تخطر على قلبك ما حالك في تهذيب نفسك ما حالك في التخلص من مرض أنا ثم انظر في داخل العمل نفسه تجده الذي ينظر بهذا المنظر انظر إلى صراعاته داخل العمل نفسه مع الذين هم معه على نفس الرأي على نفس الوجهة على نفس الفكر المدرسة واحدة الجماعة واحدة العمل واحد التنظيم أين كان واحد من نفس المجموعة من نفس ما يسمونها خلية خلية من نفس الشيخ الطريقة المنهج أين كان انتماؤه من طريقة واحدة أو من حزب واحد أو من مذهب واحد تجدوا هذا زميله في نفس الترتيب مرجعهم واحد وترتيبهم واحد لكن يكيد لهذا لا هذا ما يحسن التصرف العمل الفلان يقول لا 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 فلان هذا مدري لا بأس أن يقوم الإنسان أخوانه هذا يصلح للوظيفة هذا وهذا يصلح للوظيفة هذا هذا لا إشكال فيه ولا اعتراض فيه أن يوضع الإنسان في مكانه أن يلاحظ أن هذا المكان لا يتناسب مع فلان فينقل إلى مكان آخر رحمة به ومحبة له وإرادة له أن يخدم هذا رقي يعني أن يوضع الإنسان في مكان لكن لا 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 هذا لا وهذا بدافع نفسي ليس بدافع تبصر ما سببه هذا النفس هذا المرض الذي ينخر اليوم في ميدان العمل الإسلامي في ميدان الدعوة الإسلامية مرجعه إلى أفراد ليس إلى الجماعات مرجعه إلى غياب حسن التبصر اليوم الانطلاقات اليوم المرتجلة اليوم التي نعيشها في واقع الخطاب الإسلامي يعني أذكر أيام اعتدى صدام فيها على الكويت في تلك الأيام ثارت الناس نعم لا شك أن للكثير أيضا ملاحظات على فكرة أن يأتي تأتي قوة من الخارج هذه مسألة أخرى لكن أن يصل الحماس في نفسيات كنت مرة في صنعة صليت الجمعة قام أحد الخطباء وألقى أبيات في مدح صدام من على المنبر يعني هذا الانفعال يعني التعامل بردة الفعل في نفسية الخطيب في نفسية الداعية هذا إشكاله لا يعود على الداعية وحده هذا إشكاله يعود على الأمة التي تستمع إلى الداعية أنت الآن عندما تصعد على المنبر عندما تتكلم في وسيلة الإعلام عندما تكتب مقالة في خدمة الدين لابد تستشعر أنك تنوب عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه هذا مفتاح الاستبصار هذا مفتاح حسن التبصر استشعر معنا نيابة والخدمة عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله فعندما تتكلم لابد تستشعر الهدي النبوي في كلامه كيف كان يتكلم كيف كان يقيس الأمور كيف كان ينظر إليها كيف كان يقيمها ليه يكون الداعية الخادم للدعوة محل الاستثارة والتصرف ردة فعل ردة الفعل عندما تغلب على تصرف الداعية ينعدم حسن الاستبصار هذه النقطة الأخيرة التي يتسعر له الوقت الليل كل شيء في الوجود لا إشكال أن تتعامل معه بوجود ردة الفعل ردة الفعل في ذاته في ذاتها ليست بخطأ لكن الخطأ أن تكون هي الغالبة هي الحاكمة على التعامل والتصرف عندما تكون ردة الفعل منضبطة بضابط الشريعة بضابط الهدي النبوي تسمى تفاعلا وأنه فلان يتفاعل مع الوضع الفلان يعني سمعنا أن المنطقة الفلانية انتشر فيها الجهل حتى أن بعض الناس لا يحسنون قراءة الفاتحة حصلت ردة الفعل هذه ردة الفعل تفاعل تجاهزت جماعة من الدعاء من الشباب خرجوا إلى المنطقة لماذا خرجوا؟ لأنهم جاههم خبر أن المنطقة فيها جهل خروجهم هذا ردة فعل هذه ردة فعل محمودة لماذا محمودة؟ هي تفاعل لماذا صارت محمودة؟ لأنها ارتبطت بالمرجعية الشرعية ارتبطت بالمنظار النبوي الهدي النبوي لمحمدين سمعنا أن منطقة بعض المنصرين اجتهدوا فيها على المسلمين واستغلوا بعض الجهل أو الفقر الذي عندهم تحركت دعاء إلى هناك وبدأوا يوعون الناس هذا تفاعل لكن ما هي ردة الفعل المذمومة؟ عندما تكون ردة الفعل وحدها هي الحاكمة أو هي الغالبة في التصرف في النظر إلى الشيء ردة فعل مساوي له في المقدار معاكس له في الاتجاه جئت تسحب من شخص شيء ايش يعمل؟ لشعوريا طبيعة النفس البشرية الطفل الصغير لو أمسكت شيء بيدي وأردت أن تسحبه ماذا يفعل؟ يحاول أن يسحب يقاوم هذا شيء موجود في النفس البشرية القدر المحمود منه هو القدر الذي يعطيك القوة في الانتهاب الذي ينشئ في النفس حمة الفعل هذا القدر المحمود من ردة الفعل فما زاد على ذلك من الانفعال الزايد من الاندفاع من عدم التبصر والرجوع إلى الهدي النبوي هذا هو المذموم وهو الغالب اليوم في العالم الإسلامي التفاعل بردة الفعل المذموم ما هو التفاعل بردة الفعل المذموم؟ ردة الفعل الناتجة عن المرجعية إلى النفس وإلى تصوراتها دون الرجوع إلى الهدي النبوي الشريف سمعنا أنه نضرب ونضرب صب ونسب شتم ونشتم ألا لا يجهل قوم علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين جاهلية هذا سمعنا قال واحد كنا نسأله لو كنت في الشارع واحد سبك إيش بتعمل قلبه سب أبوه سبنا وسكتله كلام هذا هذا هو الانفعال هذا الانفعال الذي أضحككم الآن في المجلس يبكينا أنه موجود في كثير من تصرفاتنا في خدمة الدعوة لكن بطريقة أخفى من هذا هذا التي أضحكتنا لأنها سادجة يمكن هذه بريئة أمضف من ردة فعلنا نحن يمكن هذا الذي قال بسهب أبوه أحسن حالا مننا نحن عندما نلبس المسألة بثوب الدين الغير على الدين وخدمة للدين كيف نسكت وغير على نفسه ما لك تتكلم على هؤلاء وتتهجم عليهم غاضب على الجهة الفلانية وعلى البلاد الفلانية وعلى الجماعة الفلانية وعلى الدولة الفلانية ما لك قائم عليه هذا القوم وكلهم هذا غير على الدين لأنهم أذوه ما يقول هو ولا تكلموا عليه ما لك أنا ما أغير عن نفسي لكن هذا دين يقولوا إيش هو الدين قالوا لا يتعدوا على الدين هم تعدوا عليه هو لكنه عاشوا وخلاص لأنه داعية صار هو الدين فالذي يتعدى عليه يتعدى على الدين صار عدو للإسلام هو الإسلام من قلب ذحين ما هذا المنظار النبوي المنظار النبوي لما كان الأمر في شيء من محاولة الإساءة إلى ذاته الشريفة إلى شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه محاولة الإيذة له صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يغضب لنفسه كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر هذا شأنه صلوات ربي وسلامه عليه خلنا نعيش الهدي النبوي إذا عيشنا الهدي النبوي كعفرات في أمورنا نحن في حقوقنا نحن الشخصية كما يسمونا اليوم في العصر كدعاء كخدم للدعوة استطعنا أن ننظر بحسن التبصر لماذا قلت على مستوى أفراد؟ لأن الذي يحصل اليوم على مستوى جماعات أو مؤسسات أو دول هو ثمر لما يحصل على مستوى أفراد إذا بدأنا نحن في مجال خدمة الدعوة نفرق بين غضبتنا لله وغضبتنا لأنفسنا سيثمر ذلك في الواقع أن الأمة تتربى على ذلك وإذا تربت الأمة على ذلك تحول إلى سلوك أمة بعد هذا ما الذي يجعني أضبط المسألة؟ يجعني أضبط المسألة هل تصرف في هذا تصرف شرعي أو غير شرعي؟ سببت أو شتمت؟ ما هو شرعي ما العلاقة بالشرع هذا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سباباً في ردة الفعل تجنيت؟ إلى المسألة دخلت فيها ذات نفس في ردة الفعل قصدت أو فرحت بالإضرار بمن آذى؟ كيف هذا الكلام؟ فرحت عندما نزل الأذى بمن آذى؟ شخص جاءه آذاك أنت تعتقد أنه آذاك لدينه لأنك متدين ولأنه ضد الإسلام عدو الله عميل فاسق فاجر فعله تركه وقام ضدك فلأنه قام ضدك وأنت تدعو إلى الله فبالتالي هو قام ضد الدين وضد الإسلام فإذا حصلت له مصيب يقول سبحان الله أنا واحد يقول أنا فين شيء لله يقول الله انتصر لي نصفه سبحان الله الله انتقم لي من هذا هو تعدى عليه لكن الله يمهل ولا يمهل بكل هذا مشانك انسه ما كان هكذا شانه ما كان هذا شان أهل الهدي النبو أهل الهدي النبو نعم يفرحون بإصابة عدو الله الذي يحارب الإسلام والمسلمين لكن في ثنايا قلوبهم إرادة أو محبة لو لم يكن أن الله قد كتب عليه أن يموت على العداوة أن لو هداه الله عز وجل هذا حالهم مع الله سبحانه وتعالى نظرتهم إلى عداء عدائهم مع قيامهم عدم تعطيل واجب الدفاع على الدين والتبيين للحق لكن نظرتهم إلى عداء عدائهم فضلا عن من يكون منهم من أهل الإسلام والإيمان نظرتهم إلى عداء عدائهم نظرت الشفقة والرحمة وإرادة الهداية له النبي هو الذي دعا لسيدنا عمر بن الخطاب وكان في دعوته أحد اللهم عز الإسلام هم شككوا في رواية أحد العمرين لكن الرواية الأخرى التي سندها لا يشكك فيه تؤدي نفس البعناء اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمر بن بن هشام عمر بن هشام لأذاك الذي حرض الكفار عليك الذي عادك الذي نعم 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 هكذا كان حاله معه صلى الله عليه وسلم إلى أن أظهر إصراره على الكفر خلاص انتهت مسألة أخرى هذه فرح بعد ذلك بقتله لكن هل استفرغت أنت الوسع الحقيقي في إرادة إيصال الخير لمن أضر بشخصك شوفوا هذا انتبهوا يا إخواني هذا الضابط هل روضت نفسك فارتاضت على محبة إيصال الخير إلى من آذى شخصك آذى شخصك أنت شتمك ضربك اتهمك غير عليك في عملك في شغلك حرض عليك تسبب في أذلك هل نظر الله إلى قلبك فرأى في قلبك إرادة إيصال الخير إليه هنا أنت داعي يا مستبصر هنا حسن تبصر عندك إن لم يحصل هذا لا 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 ما عندنا حسن تبصر لا نزال في الطريق نطلب حسن التبصر لا نيأس من رحمة الله لكن لا نزال نطلب حسن التبصر وإذا حصل شيء من حسن التبصر فحسن التبصر لا منتاله بعد ذلك يطلب الإنسان الزيادة لكن هل هذا المعنى وجد في قلبي وقلبك في خدمتي وخدمتك للدعوة عندما أوذى هل ينظر الله إلى قلبي فأرى إرادة الخير بمن آذى بمن تعدى هنا الأساس في ارتقاء المؤمن إلى الأخذ بالزمام نفسه ليرتقي إلى حسن التبصر بعد ذلك وباب حسن التبصر باب كبير في خدمة الدعوة منها الرجوع إلى أهل الاختصاص عدم التسرع منها ومنها ولعل الله عز وجل يسر في مجلس قادم إتمام الحديث عن حسن التبصر الذي يترتب عليه بعد ذلك أمر آخر وهو آخر ما يتحدث عنه في هذه الدورة المباركة في بناء الذات وهو وضوح التصور حسن التبصر ووضوح التصور وضوح التصور مرتبط بحسن التبصر أحدهما مبني على الآخر أو يكمل الآخر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخدمة نعم يحققنا بهذه المعاني الكلام عنها جميل ومنبه وملفت النظار لكن الشأن فتحقق بها أخواني نعم أسأل الله عز وجل أن يحققنا وإياكم بها جعلنا وإياكم من خاصة أهلها يرقينا وإياكم في مراقيها وإجمعنا وإياكم عليها أمين باركنا ولكم فيها اللهم يامن وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه ووفقنا للخير وعننا عليه ألا أخوانكم الذين يسمعون الدرس عن طريق حجرات الحاسوب هذا الشبك واحد منهم قال دخلت إلى الحجرات هذه يسمونها البالتوك يقول البارحة ما جاءني النوم لأني دخلت على حجرة من هذه الحجرات فوجدت حجرة لبعض الكفار يستهزئون بالله ورسوله وبدين الله ويتهجمون على نصوص الكتاب والسنة قال فدخلت إلى حجرات بعض حجرات المسلمين في البالتوك التي فيها الحوار والنقاش في الإنترنت قال فصدمت وجدتهم مشغولين ببعضهم البعض هذا يكفر هذا وهذا يستهزئ بهذا وهذا يبدع هذا وهذا يرمي هذا وهذا يسب هذا قال فقشعر بدني في قول في الورقة وما جاءني النوم هؤلاء يعني يشويهون دين الله ويثيرون الشبه على الدين وعلى الإسلام وحجرات الإسلام بدلا عوضا عن أن تدعوا إلى الله وتبين الحق مشغولين ببعضهم البعض سبا وشتمانوا تكفيرا يا محول الأحوال حول أحوالنا والأمة إلى أحسن الأحوال هذا من عدم حسن التبصر من ضعف حسن التبصر عدم فقه ربط دلالات هدي النبوة ومعنى الخطأ بالرباني بالواقع الذي نعيش الأمة تحترقهم مشغولين يا برب على بعضهم البعض الله المستعان هذا أخوكم لدريسي من كندا يقول سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على نهج النبوة وهناك أحد العلماء يتحدث عن خلافة ثانية فما قولكم أما الكلام عن الخلافة المتعلق بالحكم فلا شك أنه مطلب لكن السؤال الذي يوجه ما هي الوسوس الذي تقوم عليها الخلافة في الحكم هل يتأتى أن نتكلم اليوم عن الخلافة في الحكم والخلافة على مستوى المنزل ضايعه هل يتأتى اليوم النصيح ونصارع ونقول أولا نبدأ بإقامة الخلافة في الحكم وقبل ذلك لن يقوم للأمة قائمة وأكثر من نصف الأمة مخلين بالصلاة هذا نوع من الخلل في حسن التبصر أيضا نعيش خلل في حسن التبصر نرجع إلى حسن التبصر نحن اليوم بحاجة إلى بناء الأمة من جديد بحاجة اليوم إلى إحياء روح العبودية لله عز وجل في الأمة هي التي تثمر بعد ذلك الخلافة أحيي الخلافة فيك أقام الخلافة لله في بيتك في مسجدك في معاملتك في عملك في متجرك نرى أناس يتكلمون اليوم عن إعادة الخلافة وتأسيس الخلافة وأحدهم لا يبالي بترك الواجبات الفرول أحدهم لا يبالي بإقامة السنن أحدهم لا يبالي بحسن المعاملة أحدهم لا يبالي بالخلق في التعامل مع الآخرين لسانه يقذع بالشتم وبالسب ويتحدث عن إعادة الخلافة لو الخليفة موجود سيبدأ بك أنت سيعزرك قبل الناس كلها يعني على السلوكيات التي تحصل فنحن بحاجة يا أخواني إلى حسن التبصر أيضا في هذا الأمر ما هو أكبر معوق الأمة الإسلامية لو رجع إلى الدرس الأول هذا المجال سيجد الإجابة هو موجود أيضا في موقع الإنترنت من الكويت يسألون يقولون لمهلكات ثلاث شحن مطاع الإمساك عن الخير يعني الإحسان منبع ميل النفس إذا شيء تحبه طيبا أو خبيثا قال إعجاب المرأ بنفسه هو المتبعا وإعجاب المرأ بنفسه إعجاب كل ذيرائي برأيه استعبام النعمة مع النسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى هل حب الصيطرة والتملك يندرج نحو هذا المنبع الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذيرائي برأيه لا شك أنه مندرج في مثل هذا المعنى وجزى الله سائل خير الجزاء نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق بقيت الأسئلة إن شاء الله يبارك الله في وقت آخر لها اللهم يمن وفقه الخير الخير عنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا جددا امتنانا اللهم إننا نسألك من خير مسالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شري ما استعادك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك اللهم أكرمنا بالعلم النافع الظاهر والباطن وأكرمنا بالاستقامة الظاهرة والباطنة وأكرمنا بحقائق الإيمان والترقي فيها على مراتب اليقين علمه وعينه وحقه وحققنا يا مولانا بوضوح التصور وحسن التبصر وأكرمنا ما أكرمت به خواص الصادقين وارتضينا لخدمة دينك مع من ترتضي يا رب العالمين صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي